اهلا بكم انا احمد عبدو من موقع شبابيك لو انت طالب لسه مخلص سنوية وبتفكر تدخل جامعة خاصة او انت ولية امره وبتفكر تدخل ابنك جامعة خاصة وطلبت ترشيحات من اللي حواليك واحدة من اكتر الترشيحات اللي هتجيلك وهتسمعها كزا مرة هي جامعة مصر العلوم التكنولوجيا جامعة مصر العلوم التكنولوجيا واحدة من اشهر الجامعات الخاصة في مصر اللي بيدرس فيها طلاب مصريين وكمان طلاب عرب وده بسبب ان الجامعة قديمة وموجودة في مصر من سنة 1996 وطبعا اي حد بيفكر يدخل جامعة خاصة واحد من اول الاسئلة بيسألها هل الجامعة دي معتمدة ولا لا وده اللي هنجاوب عليه دلوقتي جامعة مصر العلوم التكنولوجيا كجامعة خاصة تعتبر جامعة كبيرة وده لان فيها 13 كلية في العلوم التبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم الانسانية كمان مبدئيا جامعة مصر العلوم التكنولوجيا عضو عامل في اتحاد الجامعات العربية كمان هي عضو في اتحاد الجامعات الافريقية الخدمات اللي قدمتها الجامعة من وقت ما تأسست وكمان التطوير اللي بيحصل فيها ساعدها انها تاخد شهادة الايزة واحدة كمان من الحاجات اللي بتدي الشهادة اللي بياخدها الطالب المتخرج من جامعة مصر العلوم التكنولوجيا سيكل ان الدراسة في معظم الكليات والتخصصات باللغة الانجليزية ما عادة بس بعض التخصصات هي اللي بدرسها الطالب باللغة العربية واخيرا جامعة مصر العلوم التكنولوجيا ضمن الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات المصر احنا كده جاوبنا على سؤال جامعة مصر العلوم التكنولوجيا معتمدة ولا لا لو عندك اي استفسار تاني بخصوص الجامعة او اي جامعة تانية او ملف التعليم عموما تقدر تكتب لنا وهنرد عليك في الكومنتات نشوفكم في فيديوهات تانية مع السلامة اشتركوا في القناة